عدل السليمي بعد البرفورمانس يتم تخلي عليه واليوم منتسلح يشي نلقاه على رأس المنتخب مقبول مش مقبول ناصر مقبول في كرة القدم فما تقييم فما مردود ينجم يكون مع تفرحان بيه فما مردود يكون مش مردود فما فرحان بيه عدل السليمي عمل تسع مباريات مع المنتخب التونسي فيهم اربع هزائم اربعة عدولات وانتصار واحد بالنسبة للمنتخب التونسي هذو ما يعتبروا ارقام مش عادية بالنسبة للمنتخب التونسي نحبوا نمشوا بيه البعيد رأى المنتخب المكتب الجامعي انه المرحلة هذية معاش متاع عادل السليمي ولا رو فما حاجة اللي الناس يزم تعرفها تبقى ذا ربعين سنين ما ترشحش وبعد يرشحك الكوب ديموت ولي المرحلة مش متاع وناصر كي تشوف الاداة متاع الفريق وي نجم يعمل ما خير انا نطلب منك نشوف الاداة والبرفرمانسة سوش يزور شما بعضها رو حاجة مهمة برشا في كورت خدم اليوم في كورت خدم هنا بعد ساعات نشوف المرحلة هذي كي يمكن الفريق ما اخذاش الحجم اللي نجم ياخذ برش سمعني سنناصر الاداة في نهارين بسي احضرها سنناصر وقته جابوهولو المتخب سنناصر جابوهولو قبل الجمعتين ويجيبو المدرب باشنو بشي عملوو تيجيب لو بيكنباور في تومبكو وما ناسم يعمل حد شي انا نوافق رفيق فيك يقالك را ورشحنا الكأس العالم اللي احنا غايبين عليها ملي كيما قال لك الفولين اللاك الميترو كان بسبعة دينارات يا ولدي هذا رشحنا الكأس العالم اي حلوة العرب سنقية خلوه ملي كان الميترو في اللاك سبعليف ولا تقويل مخورة اي 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 تو تشوف شا عمل فيك اي اي بالنسبة ليك مفهوم خدفة ما شوف اخويا غير مفهوم غير مفهوم رشحني وقدمعي جلال قادري بذربة يحظل قروح وكمل المشوار متع ترشح المنتخب للمونديا قالك اخويا رشحنا وبعض عمل دو ما تشاميكو وريزولتات بوزيتيف وكذا دوك ما نجم نحيو دورة اليابان هيديك ولا دورة دوك اليوم بنفس المنطق عادل السليمي حتى لو كين البرفورمان البلوتول مش عاجبك هزك الكوب دي موند اربعين سنين ما هزيت هي انا فبا حاجة نحب نقولها. اه. اليوم انا واحد من. مع هلما انه منتصر صديقي را والحب وبرشة. بالعكس بالعكس احنا نحترموا الناس الكل اللي تخدم. شكون اقرب واحد الواديع الجاري في السنوات الاخر هو عادل السليمي. مم. ما تشوف ناهم شيخ ذا المنتخب الولاني وكان الجوان في بنسيونات. ونحا. وكان ايه. نا هو لا ديمسيونا. ايه دوك شمانيه هي بوردير كوان. حبيت نقول لك اللي اليوم وديع الجاري كان شايف المرحلة هذي عادل السليمي نجم يقعد فيها ما نجم شي ظلمو. ما نجم شي ظلمو. بالعكس هنا اليوم النجم ندخل في خانة انك اليوم انا تقييمي ما فيش عاطفة. ما فيش اللي اه كبرشة ناس تقول في وقت ملوقات شبيك الكنزاري في الكم ناسيونات شبيك عادل السليمي في الكم ناسيونات شبيك بالعكس ينجم يكون المكتب جامعي قيم تقييم ماتا في احتراف مية في مية مية. ماتا حسب النظرية اللي شايفها. انا سؤال بتاعي ناصر الكنزي وكهو. علش ما نعملوش تقييم ونخرج ونقولوا علي نقولوا علش نحينا عادل السليمي. كي عملنا تقييم. علش خلينا جلل قادري تقييم قدام الناس كل. علش نحييو. ما وليش تقييم هذكا. بغير ما نعملو حد انا معاك انا. انا معاك. نستنيهو بشي سير تقييم ونتا خب العواص. انا معاك اللي يحكي فيه. اما موش تقييم تكون ندوة صحفين الصحفيين يسل وتو هو يجيو. قولنا عليه الصحفي. انا معاك انا معاك. اي معاك خلي الرأي العام يفهم اشن هو قاعد ساير. اه. من حق اليوم الناس اللي تشرف على الرياضة واللي تبع في الرياضة. عليش تتنحى هذا وعليش جليل قعدوا. انا معاك. انا معاك مية في الموضوع ذي. هذي اللي حاجة ناقصة. انا اعتبره حاجة ناقصة من المكتب الجامعي انه يخرج شكرا ليك وصلت الفكرة يا سيد ناسر البدوين.